مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبا بكم أبنائي طلاب الصف السابع من المرحلة الإعدادية مع درس جديد من دروس مادة العلوم وبإذن الله سوف نبدأ اليوم في موضوع جديد من مواضيع علم الكيمياء ألا وهي الفلزات وعنوان درس اليوم هو الخصائص الفيزيائية للفلزات ومعنى الخصائص الفيزيائية يعني ما يظهر على جسم العنصر من الخارج نعرف من خلاله أن هذا العنصر فلز تعالوا معا نتحدث عن خواص الفلزات الفيزيائية كما علمنا سابقا في الفصل الدراسي الأول أن العنصر هو أبسط مادة نقية لا يمكن تفتيتها إلى ما هو أبسط منها وأن العناصر تنقسم حسب خصائصها الفيزيائية أو الطبيعية إلى فلزات ولا فلزات وأشباه فلزات وبإذن الله تعالى سوف نتطرق في هذا الدرس إلى شرح الخصائص الفيزية الفيزيائية تعالوا معا نقول أول سؤال في درس اليوم ما هي الخصائص الفيزيائية للفلزات تعالوا معا نتحدث عن أول خصية وهي الحالة الفيزيائية والحالة الفيزيائية تعني هل فلز صلب أم سائل أم غاز الفلزات تتميز بأن جميعها مواد صلبة ما عدا فلز الزئبق فهو سائل عندما أسأل ما هو الفلز الوحيد السائل نقول هو الزئبق السؤال ما سبب هذه الصلابة التي تتميز بها معظم الفلزات السبب في ذلك هو تراص دقائق الفلز وقوة ترابط بين هذه الدقائق قوي جدا لاحظ مع الشكل التالي هذا الشكل نتذكر أننا قد قمنا بدراسته في الفصل الدراسي الأول ويمثل حالات المادة الثلاث الصلبة والسائلة والغازية نلاحظ أنه في الحالة الصلبة دقائق المادة توجد على شكل دقائق مترابطة بجوار بعضها ومتراسة تراص منتظم ويوجد بينها قوة تجاذب قوية وفي الفلزات بالأخص تتميز طبقات الفلز بأنها توجد متراسة فوق بعضها ومنتظمة كما هو موضح بالشكل أما في السوائل نلاحظ هناك عشوائية في دقائق أو في ترتيب وتراص دقائق السائل وكذلك الحال يكون أكثر عشوائية في الغازات وفي درس اليوم سوف المادة الصلبة أو الفلزات الصلبة فالفلز يتميز كما هو موضح بالشكل أن دقائق الفلز متراسة بانتظام هكذا وكذلك هذه الدقائق توجد على شكل طبقات كما هو موضح بالشكل المقابل ولكن الفلزات تختلف عن بعضها في درجة التراص وقوى التجاذب بين الدقائق وبعضها فهناك فلزات التراص ضعيف وقوى التجاذب أقل قوة كما في فلز الصديوم هذا الفلز يسهل قطع بالسكين فلز طري يسهل قطع بالسكين وذلك بسبب ضعف التراص وضعف قوى التجاذب بين دقائقه أما فلز مثل الفضة أو الحديد أو النحاس أو الذهب نلاحظ أن هناك تراص قوي وشديد وقوى تجاذب قوية بين دقائق الفلز فتبدو صلبة يصعب قطعها بالسكين كما في حيالة الصديوم ننتقل إلى الخاصية الثانية من خواص الفلزات البريق واللمعان ما المقصود بالبريق واللمعان البريق واللمعان تبدو المادة لامعة أو لها بريق نتيجة عكسها لكميات من الضوء فكلما زاد عكس العنصر لكميات كبيرة من الضوء يبدو لامعا وتتميز الفلزات بهذه الخاصية بأن قدرتها كبيرة جدا على عكس كمية كبيرة من الأشعة الضوءية الساقطة عليها لذلك تتميز بأن لها بريق ولمعان معدني ظاهر ونلاحظ هذا في الذهب والفضة والحديد والنحاس كما هو موضح بالشكل هذا الصوديوم وهذا الكالسيوم وهذا الحديد وهذا الألمونيوم وهذا البوتاسيوم وهذا الماغنيسيوم وهذا الذهب وهذا البلاتين أما إذا انتقلنا لللافل الزات فنلاحظ أن اللافل الزات قدرتها ضعيفة على عكس أشعة الضوء لذلك تبدو باهتة أو غير لمعة كما في الكربون أو الكابريت والفصفور إلى آخره من باقي الفلزات أما الخاصية الثالثة من خواص الفلزات وهي القابلية للتشكيل ومعنى القابلية للتشكيل هو قدرتنا على أن نحول العنصر أو الفلز إلى شكل حسب الاستخدام نحوله إلى هيكل سيارة إلى بوابة إلى عمود إلى مفتاح إلى شباك إلى باب إلى نافذة إلى آخره من كل هذه الأشكال الفلزات تتميز بالقدرة الكبيرة على التشكيل لاحظ معي أدوات مصنوعة من فلز الألمونيوم كمثال للفلزات ويرجع ذلك لأن الفلزات قابلة للتشكيل هكذا هذه عبارة عن مجموعة أواني مطبخية هذه الأواني مصنوعة من فلز الألمونيوم لماذا؟ لأن الفلزات قابلة للتشكيل وكذلك يمكن أن نعمل منها باب أو نافذة أو هيكل طيارة أو هيكل سيارة إلى آخره من المواد أو من الأجسام التي نريد أن نصنعها من الفلزات السؤال الآن ما السبب في أن الفلزات قابلة للتشكيل يرجع السبب في هذا كما هو موضح في الشكل كما قلنا أن دقائق الفلز مرتبة على شكل الطبقات فوق بعضها وعند التأثير عليها بقوة من الخارج فإن طبقات الفلز يسهل إنزلاقها كما هو موضح مع احتفاظها بقوة ترابط بينها وبين بعضها لأن الفلزات تتميز بقوة ترابط قوية بين دقائقها وبعضها فتنزلق الطبقات دون أن يحدث أي خلل في ترتيب دقائق الفلز لذلك يسهل تشكيله يسهل ثانيه يسهل فرده إلى آخره أما اللافلزات فلا تتميز بهذه الخاصية لأن قوة ترابط بين دقائقها ضعيفة فلذلك عندما نؤثر عليها بقوة فإنها تتكسر وتتهشم هذا هو الحال في الكبريت إذا أثرنا عليه بقوة فإنه يتكسر ويتهشم كما هو موضح بالشكل ننتقل للخاصية الرابعة من خواص الفلزات وهي القابلية للطرق معنى الطرق أي الدق على الفلز نقوم بتسخين الفلز والدق عليه فيتنفرد أو ينفرد الفلز ويصبح على شكل أرقائق أو صفائح لذلك نعرف الطرق بأنه هو حركة طبقات الفلز وتداخلها معا عند الدق عليها فتتشكل على هيئة صفائح أو رقائق كما هو الحال في رقائق الألمونيوم ونعرفها جميعا ونستهنى في حياتنا الفيل والباك الألمونيوم إلى آخره كذلك الفلز النحاس يمكن أن نصنع منه رقائق بهذا الشكل عند تعرض الفلز النحاس إلى الطرق أو الدق عليه أما اللافلزات فعند تعرضها للدق أو الطرق فإنها تتكسر وتتهشم لذلك فهي غير قابلة للطرق الخاصية الخامسة من خواص الفلزات وهي القابلة للسحب تتميز الفلزات بقدرتها على السحب وتحويلها إلى أسلاك أو أشكال كما نحب أن نحدث فيها فقابلة للسحب هي معناها هي حركة طبقات الفلز وانزلاقها على هيئة أسلاك عند التأثير عليها بقوة سحب جانبية وهو الحال في أسلاك الألمونيوم كما تبدو موضحة بالشكل هذه أبارة عن فلز الألمونيوم تعرض لعمليات سحب فكون هذه الأسلاك كذلك فلز النحاس أيضا قابل للسحب لأنه من الفلزات ويمكن تشكيله على هيئة أسلاك لها أشكال مختلفة ومتنوعة أما الفلزات فتتميز بأنها غير قابلة للسحب لماذا؟ كما قلنا سابقا أنه عند تعرضها لقوة الطرق أو السحب فإنها تتكسر أو تتهشم الخاصية السادسة والأخيرة والأهم في الفلزات وهي التوصيل الحراري والكهربائي تتميز الفلزات بهذه الخاصية نأخذ أولا التوصيل الكهربائي ومعنى التوصيل الكهربائي هو قدرة العنصر أو المد على السماح للشحنات الكهربائية أو الإلكترونات بالانتقال خلالها الفلزات تتميز بأنها تحتوي على إلكترونات حرة كثيرة جدا لذلك تسمح للتيار الكهربائي بالانتقال خلالها لكي نلاحظ أو نكتشف قدرة الفلزات أو العناصر بصفة عامة على توصيل التيار الكهربائي تعالوا معا نقوم بإجراء النشاط التالي وهو عبارة عن بطارية موصلة على التوالي مع أميتر موصل مها على التوالي مفتاح ثم موصل معهم على التوالي مصباح ثم أسلاك توصيل ويوجد نقطتان A و B على سلك التوصيل خاليتان يتم توصيل فيهما المادة أو العنصر المراد اختباره أو المراد معرفة قدرته على التوصيل كما سنرى نقوم أولا بإحضار كما هو موضح بالشكل قطعة من النحاس ونضعها بين النقطتين A و B ثم نقوم بغلق المفتاح نلاحظ انحراف مؤشر الأميتر بدرجة كبيرة وكذلك إضاءة المصباح نستنتج من هذا أن قدرة النحاس على توصيل التيار الكهربائي عالية جدا لذلك يستخدم في صناعة الأسلاك كما سنعرف لاحقا بإذن الله نأخذ فلز ألمونيوم ونضعه كذلك بين النقطتين A و B نلاحظ أيضا انحراف مؤشر الأميتر وإضاءة المصباح دليل على أن الألمونيوم يوصل الكهرباء ولكن درجة توصيل الألمونيوم أقل من النحاس ننتقل إلى فلز الحديد ونقوم بوضع قطعة فلز الحديد هكذا بين النقطتين A و B نلاحظ أيضا انحراف مؤشر الأميتر وإضاءة المصباح دليل على أن الحديد موصل للكهرباء وهكذا إذا قمنا بتجربة جميع الفلزات فإننا نلاحظ أن لها قدرة كبيرة على توصيل الكهرباء لذلك تستخدم في صناعة الأسلاك ويفضل النحاس والألمونيوم لأنها فلزات رخيصة ومتوفرة في البيئة إنما لو قمنا بإحضار قطعة من لافلز ووضعها بين النقطتين A و B فإن المصباح لا يضيء ومؤشر الأميتر لا ينحرف معنى هذا أن اللافلزات رديئة التوصيل للتيار الكهربائي أي أنها غير قابلة للتوصيل الكهربائي إذن نستنتج من هذا من هذه النشاط ما يلي أولا تتميز الفلزات بقدرتها على التوصيل الكهربائي بضرجات متفوتة تختلف الفلزات في قدرتها على التوصيل هناك فلزات لها قدرة عالية على التوصيل مثل النحاس والألمونيوم لذلك تستخدم في صناعة الأسلاك الكهربائية ولكن اللافلزات فهي رديئة التوصيل للكهربائي كما أسلفنا وقلنا ننتقل للخصية الثانية في التوصيل الحراري والكهربائي ألا وهي التوصيل الحراري عندما نتحدث عن التوصيل الحراري لاحظ معي النشاط التالي نقول التوصيل الحراري معناه قدرة المادة على السماح للحرارة بالانتقال خلالها ولكي نعرف قدرة العناصر على توصيل الحرارة نقوم بإجراء النشاط المقابل وهذا النشاط عبارة عن جهاز نجمة التوصيل الحراري وهذا النشاط أو هذا الجهاز عبارة عن حلقة معدنية مركزية كما هو موضح بالشكل لها يدها كذا تمسك منه ثم يخرج منها السيقان أو سيقان الفلزات أو العناصر المراد اختبار قدرتها على التوصيل الحراري ثم نقوم بوضع قطعة من الشمع في نهاية كل سق مثل هذه هذه قطعة شمع نضع هنا قطعة شمع وهنا قطعة شمع وهنا قطعة شمع وهنا قطعة شمع ثم نقوم بوضع الحلقة فوق اللهب وننتظر فترة نلاحظ أن الشمع ينصهر أولا من ساق النحاس دليل على أن النحاس أكثر الفلزات قدرة على التوصيل يليه فلز الألمونيوم ثم يليه الحديد ثم يليه الماغنسيوم أما ساق الكربون فنلاحظ أنها قطعة الشمع تبقى كما هي لا تنصهر معنى ذلك أن النحاس والألمونيوم والماغنسيوم والحديد عبارة عن فلزات جيدة التوصيل للحرارة أما الكربون وهو عنصر لا فلزي راضي التوصيل للحرارة نستنتج من هذا النشاط أن الفلزات تتميز بقدراتها على التوصيل للحرارة مثل النحاس والألمونيوم والذهب والحديد والفضة إلى آخره وأفضل المواد توصيلها النحاس والألمونيوم ولذلك تستخدم هذه الفلزات في صناعة آواني الطهي عندما أسأل ويقال لي لماذا يفضل استخدام الألمونيوم في صناعة آواني الطهي نقول أنه جيد التوصيل للحرارة أما عنصر الكربون كما قلنا فهو لا يوصل الحرارة وبالتالي جميع اللافلزات رضيئة التوصيل للحرارة بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح الخواص الفيزيائية للفلزات تعالوا معا نلخص النقاط الأساسية لدرس اليوم في الجدول التالي وهو جدول نقارن فيه بين خصائص الفلزات واللافلزات تعالوا معا أولا الحالة الفيزيائية كما قلنا الحالة الفيزيائية للفلزات كلها مواد صلبة ما عدا الزئبق هو الفلز الوحيد السائل أما اللافلزات توجد في الثلاث حالات صلبة وسائلة وغازية الصلبة مثل الكربون والفوسفور والكابريت والسائلة مثل البروم الغازية جميع الغازات لافلزات هيدروجين، فلور، كولور، نيتروجين، أكسوجين، هليوم، أرجون كل هذه الغازات يقال لها أو تنتمي إلى اللافلزات أما الخاصية الثانية وهي اللامعان وقلنا أن الفلزات تتميز بأنها مواد لامعة لأنها لها قدرة كبيرة على أن تعكس كميات كبيرة من أشعة الضوء الساقطة عليها أما اللافلزات لا تتميز بهذه الخاصية لذلك فهي تبدو غير لامعة أو نقول عليها باهتة القابلية للطرق والسحب تتميز أو نقول التشكيل تتميز الفلزات بأنها قابلة للتشكيل أي قابلة للطرق والسحب وقلنا لماذا؟ قلنا لأن الفلزات تتركب من دقائق متراصة شديد وبينها قوة تجاذب قوية جدا عند التأثير عليها بقوة من الخارج فإن هذه الطبقات تنزلق بانتظام مع احتفاظها بقوة تجاذب بين دقائقها لذلك يسهل تشكيلها كيفما نشاء أما اللافلزات كما قلنا فهي مواد غير قابلة للطرق والسحب وذلك لأنها عندما تتعرض لقوة خارجية فإنها تتهشم وتتكسر أما القدرة على التوصيل الحراري نقول أن معنى التوصيل الحراري هو قدرة العنصر على السماح للحرارة بالانتقال خلالها وهذه الخاصية تميز الفلزات لذلك تستخدم في صناعة أواني الطهي أما اللافلزات رضيئة التوصيل الحرارة أي غير موصل الحرارة أما القدرة على التوصيل الكهربائي قلنا بأنها هي قدرة العنصر على السماح للشحنات الكهربائية أو الإلكترونات بالانتقال خلالها وقلنا أن الفلزات لها هذه الخاصية تتميز بقدرتها الفائقة على التوصيل لأنها تسمح للشحنات الكهربائية بالانتقال خلالها لوجود بها كميات كبيرة من الإلكترونات حرة الحركة أما اللافلزات فهي رضيئة التوصيل للكهرباء لعدم احتوائها على إلكترونات حرة وبالتالي لا تسمح للشحنات الكهربائية بالانتقال خلالها ما عدا صورة واحدة من صور عنصر الكربون وهو الجرافيت الكربون له صور مختلفة الصورة الوحيدة الموصلة للكهرباء هي الجرافيت أما هناك نوع ثالث من العناصر قلنا سابقا في بداية الحصة وهي عناصر تسمى أشباه الفلزات وهذه العناصر لها أهمية كبيرة جدا في الصناعات الكهربائية وخاصة الأجهزة الإلكترونية وبإذن الله تعالى سوف يتم دراستها بالمرحلة الثانوية في نهاية الدرس اليوم أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في فهم خواص الفلزات الفيزيائية وأتمنى بإذن الله تعالى أن ألقاكم في دروس أخرى قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته